أموال الوقف لمن تكون ومن من حقه التصرف بها صحيح أموال الوقف الوقف نوعان بالمناسبة هناك وقف خيري وهو العم وهو الأشمل وهذا يدخل فيه يعني وقف الفقراء وقف المساجد وقف المدارس وقف المستشفيات وقف الجسور شيخنا وأقول شيخنا لأنه تتلمس على كتبه مصطفى السباعي رحمه الله عد أنواع الوقف في كتابه من جمال حضارتنا أو شيء من غوايا حضارتنا عفوا عد أنواع الوقف فأوصلها إلى سبعة وثلاثين نوعا حتى وصلت إلى وقف على الخيول وعلى القطة الضالة والكلاب الضالة اللي الآن الغرب يعني يفتخر بأنهم يهتمون بالكلاب هذا رد ثالث أيضا نعم كان لنا فعلا أوقاف كثيرة جدا للكلاب حتى كلاب الضالة وليس كلاب الأليفة الآن الغرب يخدم الكلاب لأن الكلام كلاب تؤنسهم نحن كنا نوقف من باب الإحسان وليس من باب الاستناس أو من باب التلهية كذلك أنا حقيقة راجعت بعد ذلك الكتب فأوصلتها أضفت إليها ثلاثين نوعا آخر ما شاء الله هذه الأنواع وصلت إلى سبعة وستين نوعا تصور ما في شيء يجي على بال الإنسان إلا ولنا وقف فيها سبحان الله حتى الماء حتى الخادمات اللائي حينما تنكسر على أيديهن الأواني كان هناك وقف خاص بحيث تذهب هذه البنت تقول لسيدتها يا سيدتي لا تقضب على هذه الآن أروح أجيب لك في دائرة الوقف أحسن من هذه الآنية أو قيمتها وزيادة حتى هذه المسألة يعني وقف كذلك للطيور في وقت الشتاء وقف وقف أوقاف كما قلت سبعة وستين نوعا وهذا مع الأسف الشديد يذكرنا بما هو الحال اليوم في العالم الغربي ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني التي حقيقة في أمريكا تجاوزت المئات والآلاف فهذا حقيقة في حضارتنا الإسلامية هذه الأنواع لكن من كل نوع كان لها تفريعات وتطبيقات في معظم البلاد الإسلامية وبخاصة في العواصم الإسلامية العظيمة مثل بغداد وديمشق وقاهرة وبعد ذلك أستنبول ثم كذلك في البلاد المغرب الإسلامي في تونس وكذلك في قيروان في ريباط كل هذه الحضارة كما يسمون عواصم العالم الإسلامي أو حواضر العالم الإسلامي كان فيها أنواع كثيرة جدا من هذه الأوقاف التي كما قلت تحققت حضارتنا الإسلامية وتقدمت من خلال هذه الأوقاف ترجمة نانسي قنقر